مصادر لصحيفة هارتس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نيتنياهو يدرس في الأسبوع الأخير خيارات للتقدم بمشروع وقف إطلاق النار في لبنان الذي من شأنه أن يمنح إسرائيل حرية العمل العسكري ضد التهديدات على طول الحدود الشمالية وأضافت المصادر أن إسرائيل تدرس ما إذا كانت ستشترى التعيين الرئيس لبناني جديد معتدل لإنهاء عملياتها البرية في لبنان كما يدرس المجتمع الدولي إمكانية نشر قوة دولية على طول الحدود بتفويض أوسع من تفويض اليونيفيل يبدأ وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين جولته الحديث عشر للشرق الأوسط والتي تستمر حتى الجمعة القادمة أوضحت الخارجية الأمريكية أن بلينكين سيبحثه إمكانية تنهاء الحرب في غزة بعد اغتيال يحيى السنوار وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ومن المقرر أن يتوجه إلى إسرائيل ثم دول أخرى في الشرق الأوسط ولم تحدد المحطات الخارجية الإضافية حتى الآن على سعيد آخر أوضح المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين أن ربط مصير لبنان بنزاعات أخرى مثل حرب غزة ليس من مصلحة اللبنانيين وأكد رغبة واشنطن في إنهاء المواجهة بين حزب الله وإسرائيل في أسرع وقت ممكن كما أشار إلى أن واشنطن تريد وقف هذا النزاع بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل وقبل زيارة هوكستين إلى بيروت كشفت تقارير إخبارية أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة طلباتها بشأن إنهاء الحرب في لبنان كما دع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى وقف إطلاق النار في لبنان وغزة وندد بالهجوم الإسرائيلي على مواقع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نترياهو أوضح ماكرون أن الأمم المتحدة يجب أن تمارس دورها كاملا في جنوب لبنان ليفسح المجال أمام عودة السكان المدنيين هناك بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت على مين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دع إسرائيل إلى الانسحاب على الفور من أي أرض لبنانية احتلتها أو توغلت فيها وشدد على أن التدخلات على الأراضي اللبنانية أو في الأراضي اللبنانية يعد أمرا غير مقبول وأشار إلى أن القرار 1701 هو قرار محوري ينبغي تنفيذه حرفيا وفي أسرع وقت مرك أشبه بطائر مرتبك يطالد سرابا من الاستقرار بين رماد الحرب ولهيب التصعيد للمرة الحادية عشرة طائرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تعبر سماء الشرق الأوسط زيارة المخاضي العسير هدفها المعلن انتزاع هدنة من فم بركان يغلي حيث تتداخل المصالح وتتصادم محدثة زلزالا على مقياس التعنت الإسرائيلي الزيارة الموصوفة بالخطوة الحذرة وسط نيران جبهات متعددة في منطقة تعيش حالة من التوتر الشديد بعد استهداف إسرائيل لقادة بارزين من حماس وحزب الله آخرهم يحيى السنوار تحولات تسعى واشنطن إلى استخدامها كنافذة للتفاوض فمن وجهة النظر الأمريكية السنوار كان يعرقل جهود التهديئة لكن ماذا عن خطاب نتنياهو ورفضه لأي هدنة وهل أصبح الآن العقبة الحقيقية أمام المسعى الأمريكي زيارة بلينكين بتوقيت الساعات الحرجة المشحون بضغط سياسي داخلي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية ومحاولات إدارة بايدن لتسجيل أي نجاح له أو لنائبته قد يبقيها على رأس البيت الأبيض صدام بين رغبات انتخابية أمريكية وأخرى إسرائيلية سياسية حلبتها الشرق الأوسط والنزال محتدم بشأن وقف إطلاق النار في غزة والتباحث مع الوسطاء بشأن الرهائن والأسرى فلمن الغلبه طهران في خلفية المشهد تزيده تعقيدا هذا ما أوضحت وسائل إعلام أمريكية فواشنطن تخشى من توسع الحرب في المنطقة إلى مواجهة إقليمية تشمل إيران وتريد تجنب هذا السيناريو القاتم بأي ثمن لكن نفوذها المحدودة على نتنياهو في هذه المرحلة يربكها ربما لم يحمل بلينكين في زياراته العشر الماضية للمنطقة ملفات تعادل ثقل هذه المرة فهو يحمل على عاتقه مسؤولية كتابة الفصل الأخير في حقبة الرئيس بايدن بنهاية مقبولة وهي إطلاق الرهائن ويقناع نتنياهو بخطة اليوم التالي لحرب غزة مع ترحيل نهاية قصة المنطقة المشتعلة إلى ما بعد الخامس من نوفمبر المقبل عبدالله الرئيس لقناة الإخبارية لنقاش في هذا الملف ينضم إلينا من واشنطن الأكاديمي والباحث في الشؤون الدولية دكتور إدموند غريب أهلا بك على شاشة الإخبارية إسرائيل تقول بأنها منفتحة على صفقة شاملة الآن للتهدئة في جنوب لبنان وإطلاق الرهائن في غزة ولم تتحدث عن وقف إطلاق النار في غزة لكن هل يمكن أن نشهد تقدما في هذا المسار خلال زيارة بلينكين؟ فعلا كما ذكر المرسلكم فأن هذه المرحلة الآن هي مرحلة معقدة جدا صعبة جدا وأعتقد أن الجميع مأزومين جميع الأطراف المشاركة في هذا الصراع الدائر مأزومين وأعتقد أن الأيام والأسابيع القليلة القادمة قبل الانتخابات الأمريكية ستكون فعلا مهمة جدا وسنرى إذا كان سيكون هناك ولو فرصة ولو ضئيلة جدا للتوصل إلى تفاهمات الاعتقاد السائد هو أن هذه الإدارة تريد في هذه المرحلة القول بأنها تعمل وأنها تتحرك لوقف إطلاق النار تريد أيضا لمساعدة تقول بأنها ترغب في مساعدة الغزويين على الخصول على الأشياء الضرورية الأساسية من مآكل وأغذية وأدوية وغير ذلك وفي نفس الوقت تريد أيضا حماية إسرائيل ومساعدة إسرائيل في نفس الوقت وهذه كلها يجب أن تظهر بأن الإدارة تحقق بعض التقدم قبل الانتخابات لأن هذه الانتخابات حتى الآن نرى بأن الاستطلاعات الرأي تظهر بأنه صحيح يتقدم ترامب في بعض الولايات المتأرجحة قليلا ولكن هارس تتقدم في بعض الولايات الأخرى وهناك أرقام قريبة جدا من بعضها البعض وبالتالي فأنها ستكون مرحلة حساسة جدا للحزبين ولذلك أعتقد أن هناك هذه المحاولات من قبل كل الأطراف للقول بأنها هي تريد نهاية لهذه الحرب وللعمل على التوصل إلى تفاهم بغض النظر عن قدرتها أو رغبتها الحقيقية للتوصل إلى تسوية حول الموضوع أولا أنه طالما رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يجد نفسه هو أيضا من ناحية يعيش في نشوة بعد الإغتيالات لقادة حزب الله بعد إسماعيل هنية وبعد مقتل السنوار هذه كلها يعتقد بأنها هي حققت له مكاسب ولكن في نفس الوقت نعلم بأن هذا الإغتيال صحيح أن هذه وجهت ضربات قاسية ولكن ليست بالضرورة قاسمة لا لحماس ولا لحزب الله وبالتالي ما رأيناه في الماضي أن قتل القادة لا يؤدي إلى تغيير جذري على الأرض وأن هذا ما رأيناه مع اغتيال قاسم سليماني بن لاد والبغدادي وعدد كبير من القادة الآخرين وهذا ما حصل دكتور إلمون على هذه إذن المقطع يعني أكبر رتبة عسكرية قتلت بعد مقتل السنوار رتبة عسكرية إسرائيلية أنت تقول بأن جميع الأطراف مأزومة قبل الهجوم من حماس في أكتوبر كان الإنفاق العسكري الإسرائيلي يبلغ 1.8 مليار دولار وصل إلى حوالي 5 مليار دولار في بداية هذا العام وبالتالي إذا تحمل نتنياهو كلفة الحرب الطويلة والمحاربة على جبهتين هل يتحمل الإسرائيليون الضغط الاقتصادي؟ تعلن هذا سؤال مهم جدا ولا أعتقد أننا رأينا بعد دراسات معمقة وعلى الأقل أنا لم أرى دراسة معمقة حول هذا الموضع ولكنني قرأت بعض الاقتصاديين الذين تحدثوا وبعضهم كتبوا مقالات قصيرة يبدو أولا أحد الأمور المثيرة التي وجدتها أولا هناك عدد كبير من الإسرائيليين قد غادر هناك حديث عنه على الأقل حوالي 500 ألف إسرائيلي قد غازر المشكلة الثانية التي تواجه إسرائيل أحدى الصناعات الرئيسية التي تجلب أموال عملة صعبة لإسرائيل هي مصنوعات التقنية العالية ويبدو أن عدة شركات صغيرة قد غادرت بعضها شركات إسرائيلية وأحدى الشركات الكبرى التي كانت تنوي بدل الاستثمار في إسرائيل قالت أنها لن تفعل ذلك أيضا كان هناك دراسة عدها أحد الاقتصاديين الأمريكيين الذي قال بأن كلفة الحرب لإسرائيل خلال السنوات القليلة القادمة ستكلف حوالي 400 مليار دولار الولايات المتحدة دعمت وستدعم إسرائيل ولكن الولايات المتحدة هذه الأيام هي نفسها مأزومة أيضا وتواجه صعوبات اقتصادية ولذلك هل ستكون مستعدة لتقديم مثل هذا الدعم؟ هذا سؤال أيضا بالإضافة إلى ذلك أيضا قيام إسرائيل بدعوة عدد من جنود الاحتياط الذين كان قسم كبير منهم يعمل في صناعات وبينها صناعات تقنية تركت أيضا تدعيات سلبية بالإضافة إلى الانقسام الداخلي هذا كله يظهر بأن إسرائيل صحيح لا تزال هي لديها جيش قوي لديها أسلحة متطورة ومتقدمة تحصل على دعم أمريكي حوالي 10 ملايين دولار يصل إلى إسرائيل يوميا من الولايات المتحدة ولكن في نفس الوقت أيضا هناك وضع حساس جدا وصعب جدا ومتقلب في المنطقة أيضا وهناك مخاوف أمريكية من تصعيد الصراع ومشاركة أطراف أخرى فيه والبعض حتى بعض أحد الجنرالات الأمريكيين حذر من أننا قد نرى تحركات في مناطق أخرى هذه ستضع المزيد من الضغوط على الإدارة الأمريكية وعلى القوات الأمريكية وأنه يجب أن يؤخذ ذلك بعين الأعتبار لا يبدو أن أداء القوات الإسرائيلية يعني كما كان متوقعا يعني القبة الحديدية لم تفعل الشيء الكثير نعم صدت ولكن هناك حوالي 30% ربما يتجاوز هذه القبة والطائرات المسيرة وصلت إلى بيت أو منزل نتنياهو على كلنا القسام أعلن عن مقتل رهينة إسرائيلية في ظروف سماها غامضة ولم يحدد الإسم هل يمكن أن يرضى نتنياهو للضغوط من أجل الإفراج عن الرهائن أما أنه سبق وتخلى عنهم وسيتخلى عنهم من أجل مصلحه الخاصة فعلا أعتقد أن ما رأيناه وما سمعناها أن نتنياهو لا يهتم كثيرا الآن بموضوع الرهائن وهذا ما يقوله أهالي الرهائن وهو إلى حد ما لأنه هو أيضا في وضع صعب جدا هو يعتقد لا يزال يعتقد أن التصعيد هو الأمر الذي قد يساعده وهو لا يزال يأمل بأن تقوم الولايات المتحدة من مساعدته بطريقة مباشرة على شن حربه وخاصة إذا الحرب على إيران ومن هنا يعتقد بعض المسؤولين الأمريكيين أن مثلا كان هناك قبل حوالي يومين أو ثلاثة تسريب معلومات وثيقتين عاليتين سرية تتحدث عن ما قد تقوم به وتطع له إسرائيل في مواجهة مع إيران وأعتقد أن تسريب هذه الوثاة هناك تفسيرات مختلفة ولكن أحد التفسيرات التي ترحت بأن هذه جاءت إما من أشخاص غير مرتحين للسياسة الأمريكية أو أنها بدأت تريد أن تبعت برسالة لناتنياهو بأنه عليه أن يكون أكثر حذرا فيما يفعله لأن الولايات المتحدة يمكن أن تأخذ وجهة موقف آخر وأن هناك معلومات كثيرة أخرى يمكن أن تنشرها واشنطن لماذا لا تكون رسالة لإيران يا دكتور لماذا لا تكون رسالة لإيران بأنه يعني انتبهوا لهذه المواقع وبالتالي ننتهي من هذا المسلسل الرد والرد المضاد وهذا هو أحد التفسيرات الأخرى فعلا هو ما تفضلت وأشرت إليه أن أحد التفسيرات هو أن الإدارة الأمريكية أرادت أن تقول للإيرانيين بأن لديها إسرائيل لديها القدرة على الوصول إلى مواقع حساسة داخل إيران ولكن في نفس الوقت أيضا الإيرانيون أيضا هم مأزمون جدا ولكنهم هم قادرون على الوصول إلى أيضا مواقع حساسة رأينا أنه في معركة أول الهجوم الذي شنوه في أواء التشرين الماضي وصلت ضرب قاعدة قرب الموقع النووي المواقع النووية في ديمونا وهذا يعني أن الإيرانيين لديهم القدرة إلى الوصول إلى هذه المواقع إذا هاجمت إيران إسرائيل المواقع النووية إيرانية بشكل سريع في لبنان سيناقش بلينكي التوصل لحل وتنفيذ 1701 القرار وبالتالي هل تعتقد بأن إسرائيل ستقبل ذلك مع أن الأمر كان معروضا عليها قبل مقتل حسن نصر الله باختصار أنت لا أعتقد أن الإسرائيليين سيقبلوا ب 1701 كما هو ولكنهم سيطالبوا بشروط إضافية منها ربما تواجدهم في الجو فوق الأجواء اللبنانية قدرتهم على التحرك في المناطق الحدودية إلى حدود النهر الليطاني وأعتقد أن هذا طالما حزب الله إذا كان حزب الله لا تزال لديه القدرة على المواجهة وأظهر أنه حتى الآن على الأقل لديه هذه القدرة ولا أعتقد أنه سيتم الموافقة ولكن إذا كان هناك تمثيل لـ 1701 كما كان وتعزيز قدرات يونيفل أعتقد أنه ربما قد تكون فرصة ولو ضئيلة شكرا جزيلا لك الأكاديمي والبحث في الشؤون الدولية دكتور إدموند غريب كنت معنا من واشنطن دان بلينكين وزيرة المنطقة للمرة الحدية عشرة ما هي أجندة هذه الزيارة وما هي الأهداف التي يريد تحقيقها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر